حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة وعن الأسودي بن قيس أنه سمع جند بن البجلية قال قالت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى صاحبك إلا قد أبطأ عليك قال فنزلت هذه الآية ما ودعاك ربك وما قال حدثنا محمد بن جعفر عفان قال ثنى شعبة وعن الأسودي بن قيس عن جنز بن قال أصاب اصبع النبي صلى الله عليه وسلم شيء وقال ابن جعفر حجر فدميت فقال هل أنت إلا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت حثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني الأسود بن قيس قال سمعت جند بن يحدث أنه شهد العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب فقال من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى وقال مرة أخرى فليذبح ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله حثنا عبد الصمد حدثنا أبي أخبران الجريري عن أبي عبد الله الجشمي حدثنا جند بن قال جاء أعرابي فأنا خراحل لتهو ثم عقلها ثم صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتراحل لتهو فأطلق عقالها ثم ركبها ثم نادى اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقولون هذا أضل أم بعيره ألم تسمعوا ما قال قالوا بل قال لقد حضرت رحمة الله واسعة إن الله خلق مئة رحمة فأنزل الله رحمة واحدة يتعاطف بها الخلائق جنها وإنسها وبهائمها وعنده تسع وتسعون أتقولون هو أضل أم بعيره حسنا عبد الصمد حدثنا عمران يعني القطان قال سمعت الحسن يحدث عن جندب أن رجلا أصابته جراحة فحمل إلى بيته فآلمت جراحته فاستخرج سهما من كنانته فطعنا به في لبته فذكروا ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيما يروي عن ربه عز وجل سابقني بنفسه حسنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن الأسود بن قيص قال سمعت جندب بن سفيان يقول اشتك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا فجاءته امرأة فقالت يا محمد لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثا فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجم وادعاك ربك وما قال حسنا عبيدة بن حميد حدثني الأسود بن قيص عن جندب بن سفيان البجلي ثم العلقي أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحفان صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو باللحم والذبائح الأضحف عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا بحط قبل أن يصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل أن نصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله حسنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد وحميد عن الحسني عن جندب من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة الفجر فهو في ذمة الله فلا تخفروا ذمة الله عز وجل ولا يطلبنكم بشيء من ذمته حسنا أبو نعيمين حدثنا سفيان عن الأسود بن قيص قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين فأتت امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجم وادعاك ربك وما قال حسنا وكيع حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن الأسود بن قيص العبدي قال سمعت جندبا بن سفيان العلقي حي من بجيلة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عبد الرحمن خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى على قومين قد ذبحوا أو انحروا أو قومين لم يذبحوا أو لم ينحروا فقال من ذبح أو انحر قبل صلاتنا فليعد ومن لم يذبح أو انحر فليذبح أو انحر باسم الله حسنا وكيع حدثنا سفيان عن الأسود بن قيص قال سمعت جندبا العلقي يحدث أن جبريل أبطأ على النبي صلى الله عليه وسلم فجزيع قال فقيلا له قال فنزلت والضحى والليل إذا سجم وادعاك ربك وما قال ونعت جندبا يقول دميت اصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أنت إلا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت حدثنا وكيع وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمة ابني كهيل قال سمعت جندبا يقول قال عبد الرحمن البجلي قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسمع يسمع الله به ومن يرأي يرأي الله به حثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن عمير عن جندبا العلقي سمعه منه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فراتكم على الحوض قال سفيان الفرات الذي يحدث حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأسودي بن قيس انه سمع جندبا البجلي يحدث أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب فقال من كان ذبح قبل أن نصلي فليعد مكانها أخرى وربما قال فليعد أخرى ومن لا فليذبح على أسم الله تعالى حثنا سفيان بن عوينة عن عبد الملك بن عمير سمعه من جندبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فراتكم على الحوض قال سفيان الفرات الذي يسبق حثنا يزيد بن هارون وإسحاق بن يوسف قال أنا داود يعني ابن أبي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله عز وجل فانظر يا أبن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء حثنا يزيد أخبرنا شعبة وعن الأسودي بن قيس قال سمعت جندب بن سفيان يقول شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد يوم النحر ثم خطب فقال من ذبح قبل أن نصلي فليعد أضحيته ومن لم يذبح فليذبح على أسم الله عز وجل حثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقرأوا القرآن ما اقتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوم قال يعني عبد الرحمن ولم يرفعه حماد بن زيد موسيقى